مجز الأخبار من القدس.com رامالله فلسطين أهلا بكم ذكرت مصادر رسمية في رامالله أن اللقاء الذي كان مقررا اليوم السبت بين رئيس محمود عباس ورئيس وزرائه دكتور سلام فياض لتسوية خلافهما أرجئ من جديد إلى ما بعد زيارة عباس المقررة للكويت الاثنين المقبل قررت هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر بإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسن مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العدلي ومتهمين آخرين بقتل المتظاهرين في الثورة التي أطاحت بالنظام منذ نحو عامين قررت التنحي عن النظر في القضية وإعادتها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى للنظر فيها وذلك لاستشعاره الحرج يشعر إلى أن القاضي المتنحي المستشار مصطفى حسن عبدالله هو نفسه الذي أصدر أحكام براءة في حديثة موقعة الجمل وهي الحادثة التي هجم فيها متظاهرون في ميدان التحرير أثناء الأيام الأولى للثورة أكد مركز أحرار لدراسات الأسرة وحقوق الإنسان في بيان له أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستخدم أجهزة إلكترونية تصدر ذبذبات وإشعاعات تتسبب في إصابة الأسرة الفلسطينيين بمرض السرطان وآلام شديدة في الرأس اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 12 ناشطاً يسارياً حاولوا دخول مشفى كابلاً في رحوفت حيث يرقد الأسير المقدسي سامر العساوي المضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن 260 يوماً عثر علماء تابعون للجيش البريطاني على أدلة بأن أسلحة كيميائية استعملت في النزاع الدائر في سوريا حسب ما ذكرت صحيفة التايمز وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن عينة من التراب أخذت من منطقة قريبة من دمشق ووصلت بشكل سري إلى بريطانيا مؤكدة بأن نوعاً من الأسلحة الكيميائية قد استخدم إلى أنها لم تؤكد مصدر تلك الأسلحة من الجيش النظامي أم من الحر ميدانياً قتلت سيدة وطفلان وأصيب 16 آخرون في هجوم بقنبلتين غاز رميتاً من مروحية سورية مقاتلة في بلدة عفرين بريف حلب وذلك وفقاً لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات اليوم غرب اليابان قرب مدينة كوب الساحلية ما أدى إلى إصابة 24 شخصاً على الأقل حسب ما أعلنت الوكالة اليابانية لرصد الزلازل والشرطة عين البابا فرانسيس اليوم ثمانية كرادلة لمساعدته في تقديم الاستشارات فيما يتعلق بإدارة الكنيسة نهاية الموجز أترككم مع الموجز الرياضي والزميل محمد العدم إلى اللقاء الموجز الرياضي من القدس دوتكم أهلا بكم شباب الظهرية متصدر دور المحترفين يفشل في تحقيق الفوز والاقتراب من اللقب بعدما سقط أمام مواد النيس بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات الأسبوع العشرين من دور المحترفين من جانبه إسلامي قرقيلي يفرض التعاوض الإيجابي بهدف لمثله على مؤسسة البيرة والصراع القاع بين نادي جنين وهلال الريحة ينتهي بين درجة التعاوض الإيجابي بهدف والأنظار تتجه اليوم لمتابعة مباراة القمة بين شباب الخليل وهلال القدس في أوروبا برشيرون الإسباني يواجه باير مينخ الألماني في الدوري نصف النهائي لأبطال أوروبا والقرعة تسفر عن لقاء يجمع بين بروسيا دورتموند وريال مدريد الإسباني في الدوري ذاته إلى قرعة اليوروبا ليج تشيلسي الإنجليزية السعى لإنقاذ موسمه يواجه بازل السويسري وفنار بخشة تركي يسعى لبلوغ النهائي المسابقة الأوروبية عندما يواجه فانفيك البرتغالي ضمن مباريات الدوري نصف النهائي أخيرا مدافع يوفينتوس والمنتخب الإيطالي جورجو كيليني يغيب عن مباريات فريقه القادمة بسبب تعرضه لإصابة أعلى مستوى الركبة نهاية الموجز الرياضي إلى اللقاء الموجز الاقتصادي أهلا بكم كشف تقرير أعدته القدس دوت كوم مؤخرا أن البضائع الإسرائيلية في السوق الفلسطيني مستثنى من الجمارك أسوة بالمنتج الوطني في حين تطال الرسوم الإضافية والجمركية البضائع العربية اختتمت أمس جلسات الحوار الوطني بين القطاعين العام والخاص بالاتفاق على عدة محاور أساسية متمثلة بالسياسات الاقتصادية المناسبة للوضع الفلسطيني والبحث في المواضيع الشائكة منها القدس والتبادل التجاري مع غزة حذر برنامج الأغذية العالمي أمس من أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر تمثل تهديدا لتوافر التغذية الأساسية في البلاد التي يقطنها 84 مليون نسمة حيث ينفق البقراء أكثر من نصف دخلهم على الغذاء قال رئيس المجلس الأوروبي هارمان فان رومبي أن التهرب الضريبي يتسبب في خسارة دخل قدره نحو تريليون يورو سنويا في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وأن زعاماء الاتحاد سينقشون سبل علاج المشكلة في القمة المزمع عقدها في الشهر المقبل وأخيرا أسعار صرف العملات مقابل الشكل اهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم تناولت الصحافة العربية والعالمية في عدد الصدر اليوم السبت عدة قضايا جاء في مقدمتها تواصل الاعتداءات على المشاركين في المسيرات الأسبوعية ضد الجدار إلى جانب الملف السوري ونفي شائعات استقالة الأخضر الإبراهيمي بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية من دون تخدير للثوار المصريين البداية من الصحافة الفلسطينية ومن صحيفة القدس تحديدا التي كتبت على رأس صفحتها الأولى تقول إصابة عشرات المواطنين والمتضامنين بجروح واختناقات بالغاز في المسيرات الأسبوعية المناهضة للجدار والإصطان وكتبت القدس في عنوان آخر موقع الجيش الإسرائيلي يكشف عن وحدة حدساف المسؤولة عن تتبع مواقع التواصل الاجتماعي العربية ويصفها بالكنز الكبير لدى المخابرات الإسرائيلية للحصول على معلومات هامة ودقيقة الحياة الجديدة كتبت عدة عنوين في أشأن الداخلية الفلسطيني على صفحتها الرئيسية منها نيتنياهو يتهرب من إجراء مفاوضات جدية واليمين الإسرائيلي يبدد التفاؤل بنجاح خطة جون كيري وكتبت الصحيفة في عنوان آخر الرئيس عباس يتسلم نسخة عن السجل الانتخابي المحدث وحنى ناصر يؤكد جاهزية اللجنة للانتخابات ننتقل إلى الصحافة الدولية ونبدأ من سوريا حيث تحدثت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن أن استقالة المبعوث العربي والدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي هي مجرد شائعات حتى الآن وضفت الصحيفة أن الأمين العام للجامع العربية نبيل العربي كشف أن الإبراهيمي يشكو من صعوبة الأوضاع وتعقيدها في سوريا مع تزايد حدة الخسائر البشرية واستمرار المعارك هناك إلى مصر حيث نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا عن تحقيق كشف أن الأطباء في مستشفى عسكري تلقوا تعليمات بعدم استخدام التخدير أثناء إجراء عمليات جراحية لثوار تظاهروا ضد العسكر في أيار من العام الماضي ويشير التقرير الذي يحقق في سلوك الجيش والشرطة أيضا إلى أن الثوار تعرضوا لاعتداءات من أفراد الجيش والشرطة داخل المستشفيات نختم من صحيفة السوسنة الأردنية التي كتبت تحت عنوان مبنى غامض في قعر بحيرة طبرية وجاء في التفاصيل أن مجلة علمية بريطانية تحدثت مؤخرا عن الكشف عن مبنى غامض في قعر بحيرة طبرية يقع في الجنوب الغربي من البحيرة وهو مبنى يعود تاريخه إلى آلاف السنوات تم بنائه بحجارة ضخمة على شكل دائرة كاملة على حد قول الصحيفة نهاية هذه الجولة تحية طيبة وأترككم عبر زي ما نشرت الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر